بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أن حياة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام ابتداء من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاء بمهدي آل محمد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما تشكل وتكون منهجية عملية وسلوك حقيقي لواقع الأمم فالله تبارك وتعالى أنما بعث الرسول لكي يكون نموذج عملي والقرآن الكريم هو بمثابة المنهج والدستور والرؤية والقيم التي تجعل الإنسان أنما يسير في هذه الدنيا من أجل أن يكون سعيدا في الدنيا ويفوز في الجنان في عالم الآخرة فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم الطريق إلى الجنة إذا أردنا أن نكون سعداء في هذه الدنيا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة أن نصل إلى ذلك الخلود الإلهي نرى أن الطريق أنما يكون عبر اتباع القرآن الكريم هذا المنهج الإلهي وأن نسير بمسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمسيرة أهل البيت الذين يعبر عنهم القرآن الكريم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهم القربى في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما تجرأ نبي من الأنبياء أن يطلب الأجر على دعوته على جهوده على أتعابه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى يطلب منه الأجر الله تبارك وتعالى ورسول الله يجعلون الأجر وأجر الرسالة هي مودة أهل البيت هي محبة أهل البيت سلام الله عليهم الفرق بين المحبة والمودة المودة هي الحب مع الطاعة طاعة الله وطاعة أهل البيت وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه السفينة لو ركب الإنسان هذه السفينة أنما ستوصله إلى شاطئ الأمان فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن أهل البيت بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى حري بنا أن نتأمل سيرة أهل البيت سلام الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ما أجمل هذه العبارات هذه الكلمات كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى هذا ما كان في رسول الله وفي أهل بيته ونحن اليوم في رحاب إمام من الأم المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم في رحاب أنيس النفوس الذي تأنس به الروح في رحاب شمس الشموس في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ثامن أئمة المسلمين وثامن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة ما عبر إلا في حق ابنته فاطمة حيث قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني وهكذا رسول الله عبر في حق الإمام الرضا سلام الله عليه حيث قال ستدفن بضعة التفتوا إلى هذه العبارة بضعة يعني جزء من روحي وجزء من جسدي ستدفن بضعة مني في خراسان ما زارها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار هذه المنزلة لمن يزور الإمام علي بن موسى الرضا فهذا الإمام العظيم هذا الإمام الذي كان له ذلك الدور الكبير في مرحلة مهمة من مرحلة التأريخ كانت ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه بعد استشهاد جده الإمام جعفر بن محمد الصادق وكان في عصر المنصور العباسي وكان في رحاب أبيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أكثر من ثلاث عقود أكثر من ثلاثة عقود كان الإمام الرضا مع أبيه الإمام موسى بن جعفر فكيف تربى الإمام في أي حضن في حضن النبوة وفي حضن الإمام نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة للإمام علي الهادي سلام الله عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة هذه المنزلة وهذا الدور الكبير لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم الإمام الرضا سمي بالرضا لأنه المرضي عند الله تبارك وتعالى وفي رواية تذكر أن ما سمي بالرضا لأن الموافق والعدو الكل رضي بالإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فكان الإمام الرضا ذلك الإمام الذي لو دخل الإنسان إليه يدخل الإنسان إلى حرمه اذهب من ذهب إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه بخراسان في إيران سيشعر بهذه الشعور تشعر باطمئنان بمجرد أن تدخل إلى حرم الإمام الرضا الإنسان يشعر في داخله أتكلم مع شعورك أتكلم مع هذا الواقع أتكلم مع ذلك الوجدان لو الإنسان يتأمل في حياته يشعر ما هو الوجدان لو دخلت إلى حرم الإمام علي بن موسى الرضا تدخل وتهيئ نفسك إلى هذه الروحانية لهذا التوجه إلى الله ستشعر أنت أيها المشاهد الكريم أيها المشاهد الكريم لو دخلتم إلى حرم الإمام علي بن موسى الرضا لنظرت إلى ذلك السكون ذلك الإطمئنان فعلا ترى أنك في جنة حقيقية الذي ذهب إلى حرم الإمام الرضا يشعر بذلك ومن يذهب إلى هناك ويوفق إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا لأن الجنة الله أوجبها للمؤمن الذي يزور الإمام معارفا بحقه لما تذهب إلى حرم الإمام الرضا أي شعور هذا تتصور أن هذا الشعور الذي يأتي إلى الإنسان أي شعور هذا لماذا الكثير من المراقد كثير من الأماكن يدخل فيها الإنسان لا يشعر بذلك هذا شعور من الله لذلك نقرأ السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس هذا هو الإمام الرضا نفس الإنسان وجدان الإنسان يحتاج إلى راحة لذلك نبقى في رحاب أنيس النفوس وشمس الشموس نبقى في رحاب سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه سلام الله البداية مرحلة مهمة في حياة كل إنسان كيف بدأ الإمام الرضا هذه الحياة البداية كانت من البداية الصحيحة كل عمل كل حركة كل نقطة إذا كانت البداية في هذا العمل في هذه الحركة كانت بداية صحيحة ستكون النهاية صحيحة أيضا البداية إذا كانت فيها العثرات فيها الأخطاء ستكون هناك الكثير من الأخطاء للوصول إلى النهاية فكيف كانت هذه البداية المباركة للإمام الرضا أهل البيت سلام الله عليهم كيف يجعلون هذه البداية حتى نحن أنا وأنت الكل يتعلم هذه البداية أهل البيت الله تبارك وتعالى جعلهم لنا أنوار وهدن وبصائر لكي نتعلم من أهل البيت أهل البيت ما يجوا يوم من الأيام علشان يكونون هكذا تماثيل ننظر إليهم ليسهم تماثيل وأنما هم واقع عملي وسلوك عملي لجميع الناس فهذا الإمام الرضا كيف جاء إلى هذه الحياة وكيف كانت البداية أولا ننظر إلى حميد المصفات حميد المصفات أم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أم الإمام موسى بن جعفر الذي تحدث عنها الإمام وقال أنها عالم غير معلمة لم نسمع هذه الكلمة إلا في حق السيدة زينب سلام الله عليها حينما قال له الإمام علي بن الحسين زين العابدين عم زينب أنت بحمد الله عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة هذه الكلمة قالها الإمام أيضا في حق حميد المصفات أو حميدة البربرية والدة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هذه المرأة العظيمة هذه المرأة الطاهرة هذه المرأة التي اختارت لولدها الإمام الرضا سلام الله عليه اختارت له أية امرأة هذا المهم هذا المنعطف المهم في حياة الإنسان الشاب الذي لم يتزوج والفتاة التي لم تتزوج كيف نتحول في حياتنا عالم العزوبية عالم وعالم الزواج عالم آخر الانتقال كيف يكون في عصر اليوم عصر السرعة عصر الحضارة عصر الفضائيات عصر هذه التقنية والتكنولوجيا كيف العالم يصير هل المبادئ تتغير المثل تتغير القيم تتغير لا تتغير نعم هناك الأسلوب والمنهج والطريقة نحن ندعو إلى التطور نعم ولكن هل ندعو إلى أن الإنسان يترك القيم والمبادئ السيدة حميدة المصفات كيف اختارت تلك المرأة لكي تكون أما للإمام علي بن موسى الرضا كيف نختار في حياتنا ما هي العناوين أقول كلمة للآباء وأقول كلمة للأبناء لكي نستفيد من حياة الإمام الرضا سلام الله عليه ونحن في هذه السيرة العطرة للإمام سلام الله عليه الكلمة الأولى أقول للشباب عليكم أن تستفيدوا من خبرة الآباء ومن خبرة الأمهات الأم والأب لهم كرامة أنت الشاب عليك أن تستفيد من خبرة أبيك ومن أمك وأنت الفتاة أيضا الأب والأم لهم احترام كبير لهم تقدير هذه الكلمة للأبناء وهناك كلمة إلى الآباء والأمهات أيتها الأم ليس بإمكانك أن تعين الزوجة وتفرض على ابنك أن يتزوجها وأنت الأب ليس بإمكانك ذلك وأيضا ليس بإمكان الأم والأب أن يجبر البنت على زوج معين هذا الاختيار كيف يكون وما هو عوامله وما هي أسبابه هل الأم والأب هما يتزوجان أم الأبن المسكن هو الذي يتزوج الأبن عليه أن يستشير الأب والأم ولكن القرار الأخير لمن القرار ليس لك أنت الأب ما احترامي لك وليس لك أنت الأم ما احترامي لكي القرار للبنت والقرار للأبن هو الذي يختار زوجته وهو الذي يختار مصيره والشراكة الحقيقية والمستقبل الاختيار اليوم لو نظرنا إلى بعض الدول العربية لو وجدنا أن كل خمسين زواج ثلاثين منه طلاق وانفصال لماذا؟ تتصور أيها المشاهد ما هو السبب؟ لماذا هذا الطلاق؟ تعرف لماذا؟ سبب الطلاق؟ أن الاختيار هو خاطئ ينظر الإنسان إلى المظاهر أنا لا أقول لك أن تتزوج قبيحة الإسلام يقول تزوج ذات الخلق والدين تزوج أنت الفتاة الشاب المؤمن والخلوق الإسلام لا يقول أن الإنسان أن يترك كل بقية مظاهر الحياة الدنيا ولكن هناك أسباب للسعادة الذي يبحث عن السعادة هناك طريق للسعادة والذي لا يبحث عن ذلك هذا أمر آخر فكلما نحسن الاختيار كلما نتقدم إلى الأمام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كيف يختار الأم للإمام علي بن موسى الرضا كونوا معي في هذا الحوار كونوا معي في هذه الرحلة لكي نرى كيف تم اختيار هذه المرأة التي تكون وعاءا طاهرا للإمام الرضا سلام الله عليه يقول الراوي هشام بن أحمد بعث علي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال هناك مجموعة جاءوا بجمع من الرقيق بجمع من العبيد من البلاد العربية الأخرى لنذهب إليهم يقول الراوي طلعت مع الإمام سلام الله عليه فنظر إلى رجل له مجموعة من الجواري قال أعرض الإمام موسى بن جعفر قال أعرض علي الجواري أعرض الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الإمام قال غيرهن هل هناك قال ليس لي قال بلى هناك جارية أخرى قال بلى هناك جارية مريضة قال كم ترد فيها قال هي موجودة الإمام رجع الراوي يقول الإمام لما عرف أن الجارية موجودة وهو يعلم بعلم الله تبارك وتعالى موجودة رجع رجع الإمام سلام الله عليه قال أن معه جارية مغربية التفتوا جيدا الإمام من أين من المدينة الإمام من قريش وقريش من المدينة يأخذ جارية مغربية يعني عامل الجنسية ليس هو العامل المهم في السعادة الزوجية نحن نخلق هذه الحواجز الجنسية البعض من الدول يعتبرون أنه الجنسية العامل الأساس ليست الجنسية هي العامل الأساس السعادة نعم قد تكون عامل مؤثر ولكن ليست السعادة ليس المال ليس الجاه ليس المنصب ليست كل هذه العوامل ليس الشرط أن يتزوج البنت ابن عمها ليس العشيرة والقبيلة خلي نترك هذه الأمور خلي ننظر بنظرة الإسلام لو نظرنا بنظرة الإسلام لكانت السعادة في حياتنا هذه العامل الأخرى الجنسية والعشيرة والقبيلة والمال والثراء هذا ليس مهم المهم الإيمان والأخلاق هذه أمور أخرى يقول الراوي اليوم الآخر بعثني الإمام جئت إلى هذا الرجل قلت هذه الجارية كم قال هذه الجارية جارية عظيمة ولكن أسألك سؤال هذا الرجل اللي أمس كان معاك موجود من هو قلت له من قريش قال من قريش من أي قبيلة من أين من أي عشيرة قلت من بني هاشم قال لي من هو ما ذكرت اسم الإمام التفتوا جيدا الإمام كان يعيش في هذه المرحلة حتى الرجل اللي يشتري من عند الجارية الراوي ما يخبر للإمام ما يخبر للرجل الذي يريد يبيع هذه الجارية فقال له رجل من بني هاشم قال كم هذه الجارية كم تبع هذه الجارية فذكر له مبلغا ثم قال صاحب الجارية قال له هذا الراوي قال أن هذه امرأة عظيمة قال كيف قال اشتريتها من أقاص المغرب أماكن بعيدة في المغرب اشتريت هذه الجارية في طريقي مرت بي امرأة من أهل الكتاب قد تكون امرأة مسيحية لما نظرت إلى هذه الجارية قالت لي يا رجل لا بد أن تكون هذه الجارية عند خير أهل الأرض وليست عندك شف النظرة كيف نظروا إلى هذه المرأة أن تكون هذه الجارية عند خير أهل الأرض قال بلى هي ليست لي و هي للإمام فاشتراها وجاء بها إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه حميدة المصفات حميدة البربرية أم الإمام موسى بن جعفر اختارت هذه الأم واسمها تكتم اسمها الطاهرة واسمها أسامي متعددة اسمها نجمة أيضا لها أسامي متعددة اختارت هذه المرأة الطاهرة لكي تكون وعاءا لبقية الله للإمام علي بن موسى الرضا نبقى ونستمر في رحاب أنيس النفوس لكي تأنس هذه الأرواح وإلى شمس الشموس في رحاب هذا الإمام العظيم بضعة رسول الله في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا نبقى ونستمر ونلقاكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته